طيب يقول الذي يدخل إلى الإسلام ولا يجيد اللغة العربية ولا يحفظ فاتحة كيف يصلي؟ يصلي على حسب حاله ويبدأ يتعلم شوي شوي فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم يعني في البداية أنا بعطيكم طريقة يعني لو جاك واحد يقول أنا بصلي وما أقدر أحفظ الفاتحة أكتب لها الفاتحة بلغته بلغته لا بأس طبعا بعض الناس سيخالفني ما يهمني أمره الذي لا نشك فيه أن الذي لا يجوز قراءته كتابته باللاتينية هو القرآن يعني المصحف ما يجوز نروح نكتبه باللاتينية هذا حرام بإجماع العلماء لكن لو قرأت لك آية عشان تحفظها أو سورة الفاتحة أنا أرى أنه جائز ولا بأس به وقد فعلته مع بعض من أسلم واستفادوا زي وافتيت به كثيرا على كل حال يجوز فتكتب له الفاتحة حتى يحفظها وبعدين خلاص هذا ما هو قرآن بمعنى مصحف لا بأس حتى يحفظها بس تبين له نطق بعض الحروف التي لا يمكن أن تنطق بالإنجليزية الصحيح حتى مثل الحمت لازم تكتب الحمت بالإتش لكن تقول له في النطق هذه الحمت طبعا هو مش حينطقها في البداية لكن تحاول تعلمه شيئا فشيئا وكثير من الناس نحن علمناهم وتعلموا بهذا بحمد الله وإذا عجز تماما فليقل أي شيء من القرآن يكرره سبع مرات أو إذا عجز تماما يعني لو كان حافظ آية من القرآن يكرره سبع مرات أو عجز تماما فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله